استخبرة السيدة الاولى لموريتانيا الدكتورة مريم محمد فاتهيل عند وصولها من قبل رئيسة مؤسسة القلب الكبير السيدة الاولى هندد دي بيوت casino ذو احترام الاجراءات الوقائية بسبب كوفيت 19 حيت السيدة الاولى لموريتانيا اعظام مؤسسة القلب الكبير الذين قدموا لها استقبالا حارا وقد تباحثت السيدة الاولى هندد دي بيوت casino مع مريم محمد حول المجالات والانشطة التي تقوم بها مؤسسة القلب الكبير في الرفاهية الاجتماعية والتنمية في القطاعات المهمة كالصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية من اجل تطوير وتحسين حياة النساء والرجال بالاضافة الى ترقية التميز والتفوق والنوع وبعد هذا اللقاء رئيسة مؤسس القلب الكبير وضيفتها شاهدت مع عضايا المؤسسة في المنجسدة اهم الانجازات التي حققتها المؤسسة خلال اربعة اعوام خلت حيث كرست هذه العوام للعمال الاجتماعية في الثلاث وعشر ولاية هذا وتقدير لزيارتها لمقر مؤسس القلب الكبير قدمت السيدة الاولى هند دي بيتنو هدية لضيفتها وقد عبرت السيدة الاولى لموريتانيا عن امتنانها وسنورها ووقعت على الكتاب الذهبي باللغة العربية التي تعتبر اللغة الرسمية لجمهورية موريتانيا وقدمت شكرها لسيدة الاولى هند دي بيتنو على كرم الضيافة وحفاوة الاسبال واشهدت بالاعمادة الرائعة التي قامت بها مؤسس القلب الكبير خلال السنوات الاربع الماضية تعتبر السيدة الاولى لموريتانيا دي بيتنو مريا محمد هي السيدة الاولى الافريقية الرابعة التي تزور مقر مؤسس القلب الكبير التي احتفلت مؤخرا بذكرى تأسيسها وذلك بعد ذيارات السيدات الاول شانتال بيا وانتوانيت ساسونجسو واسيتا يوسف مامدو بالاضافة الى لويز موشي كوابو الامينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونيا اشتركوا في القناة